السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوالك كرام الموضوع هذا اليوم جرانا اذكره هو من باب من باب الانصف العلمي انه لا توجد رايتان ولا توجد لغتان ولا يوجد عيدان او تلت اعياذ او العيادة في الاسلام هي عيد الفطر وعيد الاضحى ما كانش عيد خلافها وما كانش سنة اخرى بخلاف السنة الهجرية ما عليش اسيلي لحونا على وجوهنا في السنة الميلادية ما عليش ولكن ان نحتفل بسنة بربارية هنا يدخل الدكتور عطمان سعدي ويأكد الكم عطمان سعدي هو برباري من قبل ان قبائل المامشا يأكد الكم بالذلائل القاطعة على ان هذا العيد ما عنده حتى اصل اذن بدأ البرباريون متعصبون لنزع البرباريون معادوا لعروب المغرب العربي التمهيد لاحتفال بالسنة المزغية وزعومة يوم 12 يناير هانوان التاني الفين وخمستاش في الفين وخمستاش ويطالبون دول الجزائر المغرب على الخصوص باصدار قانون العطلة والغريب انه اصدر هذا القانون ومن غريب انه يبدون سنتهم المزعومة على اخطاء تاريخي مضحكة فالبرباريس يسخرون الكاذب لتمرير مقولاتهم الكاذبة ويقولون بان السنة الامازيغية اقدم من التقويم الميلادي ومن التقويم الهجري وتحمل هذه السنة تاريخ الفين وتسعمية وخمس وستين اي انها تبدأ سنة تسعمية وخمسين قبل الميلاد السنة التي جلسها في الفرعون الشاشنك الاول على عشر على على عرش مصر واذا قمنا بعملية حسابية وجدنا ما يري تسعمية وخمسين زايد الفين وخمستاش تساوي الفين تسعمية وخمس وستين وهم يلحون على اعتمادها رصبيا كاعد وقد اصبحت عيد لان اليوم مرخ الموش وهكذا دوالك اذا يزعمون الملك الشاشنك الاول امازيغي الاصل هو الذي اخف وهزب رمسيس ثالث في معركة حاسمة بمنطقة الرمشي بقرب مدينة تلمسان بغرب القطر الجزائري الحالي طبعا هنا عاصمة شاشنك هي تافرسة تافرسة على مسافة ستين كيلو كيلو من تلمسان طبعا ومعنى هذا ان رمسيس غزل مغرب العربي وصلت لمسان فتصدل الشاشنك وساقه بعصاه على مسافة اكثر من 4000 كيلو متر حتى مصر فرعونية حيث سيطر عليها وجلس على عرشها والحقيقة تقول ان رمسيس سابق شاشنك بأكثر من قرنين هاو الحقيقة وينية وقد حكم رمسيس الثالث سنة 1183 قبل الميلاد بينما حكم الشاشنك الاول سنة 950 قبل الميلاد وخصص الشاشنك الفرعون هذا الشاشنك انتعم الفرعون الحقيقي هي كما يلي انه ينتمي لقبلت شواش هذه القبيلة لكانت مقيمة على الشط البحيرة الجريد بالقطر التونسي الحالي وعندما يعمل جفاف هاجرس الى ديد تنين واستوطنة مناكو بعد عقود ظهر قائد عسكري منها اسمه شاشنك بعد عقوده وينية ترك المؤرخ المصري الرشيد النظوري يفصل ذلك فيقول وقد تمكنت العناصر الليبية البربارية مستقرة في اهناسيا بالفيوم في مصر والتي تسميهم النصوص المصرية بالتحنو من تقلد وظائف هامة في هذا الاقليم حتى ظهرت شخصية قوية فيها شخصية شاشنك كان اول الذي تمكن من اصلها لعرش مصر وتأسيس الاثراء الفرعونية الثانية والعشرين وذلك سنة سامية وخمسين قبل الميلاد وليس كما ذكر البرباريست وكان قبل قوصته للعرش يحمل لقد رئيس المشاوش العظيم وهي تسمية ترجع في أصلها لمنطقة شط الجريد جنوب تونس وقد ضعم مشاشنك مركزه في حكم البلاد بتزوج ابن عمي ابنة اخر ملوك الاسر الحالي والعشرين المصري في تانيس وبهذه الطريقة أجد لأسرتي حقا شرعين في الوصول إلى عرش الفراعين ولم تركوا كل من أسرتي الليبيتين في سلخ مصر القديم والتاني والعشرين والتلتة والعشرين أجنبية بمعنى الكريمة إذن برق الله فيكم وجازاكمنا خقيرا ودعمونا دعمونا دعمونا ولا تنسوا سبسكرايب ولايك وأبوني